بقى لي كم يوم يا جماعة عندي مشكلة عويسة جدا في البي سي بتاعي بقى لي كم يوم كده كل ما جاء ايد البي سي البي سي عندي يهنك بيخش على الندس كل حاجة بس وقف على ديس كتوب وما فيش اي حاجة اجار بعمل رستارت الكمبيوتر نفس الكلام كان في الاول الموضوع مثلا بعد الرابع او خمس رستارت الكمبيوتر بيشتغل تمام لحد ما وصل معي الامر ان انا تعليبا وصلت ممكن لخمستاشر مرة رستارت والكمبيوتر مش ردي يشتغل طب ايه عم فيه ايه مالك المفعوض النسخة اللي انا نزلها النسخة سليمة واصلية ومتفعالة وكل حاجة والبي سي عندي المفعوض اي مكاناته محترمة وحتى لو مش محترمة المفعوض انه كل حاجة استيبول وكل حاجة تماميا لحد منك قبل كده كان ليا تجربة برضك سابقا انا المفعوض والله مواصل ال Tikrs hub المفعوض انه مش ردي المفعوض انه هو المحترم وكده يعني هو كان شغال معي وكل حاجة بس جربت كده ان انا اقوم اشيل اليو اس بي هب ده من الكمبيوتر وفاجأتنا جماعة الكمبيوتر بيشتغل تمام بشكل طبيعي جدا اجي ارجع اليو اس بي هب ده الاقي الكمبيوتر رجع يبوز تاني اشيله الكمبيوتر اشتغل هنا طبعا اتأكدت ان المشكلة اكيد طبعا في اليو اس بي هب اللي انا شغال به وبالتالي انا جبت يو اس بي هب من مركة محترمة جدا وهي طبعا مركة يو جرين انا سبع قبل كده وكنت جبت منها برضوك منتج ولو بصل منه الممري بتاع الكاميرا كده طبعا الشركة محترمة جدا يمكن بس العبها الوحيد ان اسعارها بتبقى مرتفعة لحد ما ولكن انت بتاخد كوالتي محترمة جدا النهو ده ان شاء الله كده هنعمل انبوكسنج للمنتج ده هو الفيديو يبقى سريع ان شاء الله يعني كده الاستعارات سريعا للمنتج ده وتشوفوا شكله برضوك عشان اني لو حد حاب يجيب الحاجة دي يعني او بيفكر يجيبها فداي ممكن الفيديو ده يبقى مرجع ليه او حاجة زي كده فبدو نرغي كتير يلا بييني يا شبه طب يا جماعة وجعت رابعة دي الانترو كالعادة نخش هطول في الانبوكسنج طبعا لطبعات الحال اللي متعود عليها يعني ومتابعة القناة عندي يعرف دايما ان انا بحب اقوليكو طبعا شكل الكرتونة كده من كل الاتجاهات عشان لو فيه اي بيان مثلا انت محتاج تاخده او حاجة ابقى انا يعني ايه خدمتك في الحاجة دي يعني فهنا ادي شكل الكرتونة كده من كل الاتجاهات لو انت فيه اي بيان عايزة او حاجة طبعا الجميل برضو فيه جميع منتجات ايو جرين بصراحة دينا بلاحظة دايما ان هي الكيسة يا جماعة او الكرتونة بتجي لك متغلفة هنا زي بكيسة كده دي هنا مزيتها ان انت يعني ايه بتديك كده امان وطمأنينة ان انت اول واحد تستخدم العلبة دي او المنتج ده ما حدش مثلا غيرك اشتراها وعملها مرتجعة او كده او جربها او حاجة لا انت اول ايه بتلمس الحاجة دي يعني طيب احنا كده هنجيب العصفرة بتاعتنا اللذيذة قول بسم الله كده نفتح يعني الصوت بتاع الابوكس انت بيبنى عزيز جدا بصراحة قول بسم الله اهو كده ادي العلبة خلاص فاضي انا بيش فيها حاجة تاني هنا طبعا لالك وطيبات اللي بتيجي وكده عياد ما ايه منها بقى حاجات دي كلها نجي هنا ليه المنتج ذات نفسه بصراحة شكله برميوم جدا بس جماعة يعني هي مداجاتي جدين كده بصراحة يعني يمكن عشان كده ده بيفسر سراء الغالي الحاجة بتحس انها برميوم جدا ولا معمولة بنضافها كده يعني ممكن بس تعليق الوحيد ان البتاع دي بلاستيك دي مش معدم فما مستغرب بصراحة يعني حاجاتي جدين يعني قبل كده كنت نسبق وجبت ديت دي بوصل في الممري بتاع الكاميرا وكده دي معدن يعني تي من هنا معدن انها بصراحة بنستغرب ان دي هنا بلاستيك بس اكيد طبعا بلاستيك نضيف يعني هو بصراحة بسط جدا فيه شركات طبعا انت عندك هنا فيه اربعة يو اس بي طيب ايه واللي اربعة ضمت يعني السرعة بتاعتهم او الفرجن بتاعهم هنا هو على الكارتون لو ناخد بالنا هتلاقي كاتب لك هنا هو اللي هو اربعة بورت يو اس بي سري بوينت تو فاكيد طبعا السرعة بتاعتهم هتبقى قوية جدا فيه هنا كمان عندك اه مخرج هنا يو اس بي طايب سي بس ده هنا يعني لو تاخد بالكم بردك مكتوب على الكارتون هنا ان ده يعني هو هنا بيقول لك ان انت ايه مش عشان مسلا تقل بي بيانات او كده لأ ايه فكرة مسلا لو انت عندك هارد ديسك مسلا او حاجة محتاجة طاقة شوية فانت ممكن توصلها عن طريق المدخل ده هيبقى مفيد اكتر من ان انت توصلهم باي مدخل من المداخل دي يعني فبس يا جماعة ده كده كان شكل المنتج معانا يعني انا وازم بتوكل الحقيقة تبقى سريعة ده السرعة سريعة كده للمنتج هسيب لكم لينك المنتج ده فيه سندوق الوصف لو حد مهتم وحابب يشتريه كالعادة لو الفيديو عجبك ما تبخلش على بلايك كومنت جميع ازاك كده اشترك في القناة واش مشتاكفى اعزار الجرس ويبس كده يا شبا سندوق